أخر الأخبار مع موفد الحدث إبراهيم فتفة من بيروت ينضم إلينا إبراهيم مرحبا بك نستطلع منك ما يجري في الضاحي على وجه التحديد الآن والمناطق المحيطة بها مساء الخير مجددا نعم مساء الخير مجددا إحسين غارة خمسة قبل لحظات شنتها الطائرات الإسرائيلية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية إذن غارة خامسة مجمل الغارات ضمن هذه السلسلة بعد التحذيرات التي أطلقها أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة أكس لتلك الأحياء وطالب سكانها بإخلائها والابتعاد عن الأماكن والأبنية التي حددها وأرفقها بخرائط الغارة الخامسة استهدفت بالفعل منطقة حارة حريك يبقى هدف واحد في حارة حريك أنذر باستهدافه الجيش الإسرائيلي لم يستهدف حتى هذه الساعة بتلك الغارات إذن أود الإشارة إلى أن الغارات التي استهدفت حارة حريك ضمن هذه السلسلة هم غارتان غارة على برج البراجنة وغارتان أيضا على منطقة الحدث إذن بمجمل خمس غارات شنتها طائرات الإسرائيلية دمن هذه السلسلة الليلية على الضاحية الجنوبية لبيروت حسين ونرصد عبر كاميرا الحدث هذه المشاهد الخاصة لألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من مكان الغارتان الأخيرتان على منطقة حارة حريك في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم استهدافهما قبل قليل أو تنفيذهما قبل قليل عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه المشاهد الخاصة ننقلها مباشرة من مشارف الضاحية الجنوبية لما كان استهداف الطائرات الإسرائيلية هدفان في غارة حريك في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت وكان الجيش الإسرائيلي حذر قبل قرابة النصف ساعة عبر منصة X من استهداف هذه الأهداف أو هذه المواقع ووصفها ببنى تحتية لحزب الله إذن هذه المشاهد حسين نبثها الآن مباشرة بشكل خاص عبر الحدث في الوقت نفسه تستمر حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري كنا قد رصدنا عبر كاميرا الحدث قبل لحظات تزامنا مع الغارة التي استهدفت برج البراجنة الموازية تماما لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كنا رصدنا في ذلك الوقت هبوط طائرة مدنية على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي اشتركوا في القناة